اشتركوا في القناة وأكد سموه حرص الحكومة على دعم القطاع الخاص وتطوير بيئة العمال بما يسهم في جذب الاستثمارات التي تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني وتوفر مزيدا من فرص العمل للمواطنين وأعرب سموه عن فخره واعتزازه بالمرأة البحرينية التي استطاعت بكفاءتها وقدرتها أن تجسد للعالم الصورة الحضارية للبحرين التي تقوم نهضتها على سواعد أبنائها من رجال ونساء وقال سموه إنما وصلت إليه البحرين من مكانة أقليمية ودولية في مجال التنمية وأنما الاقتصادي لم يأتي من فراغ وإنما هو نتاج عطاء طويل لأبناء البحرين من الرجال والنساء الذين عملوا بتفان من أجل ترسيخ أسس وطن ناهض ومتطور في شتى المجالات ونوه سموه بالإسهامات التي يقدمها الاتحاد العالمي لصاحبات الأعمال والمهن البحريني في الترويج لما يتميز به بل تتميز به مملكة البحرين من انفتاح اقتصادي يرتكز على منظومة قانونية وتشريعية عصرية وما يبدله من جهود طيبة من خلال مقر المركز بالجسرة مؤكدا سموه حرص الحكومة على توفير كافة الأجواء والبيئة المناسبة التي تدعم مؤسسات المجتمع المدني وتعزز دورها المحلي والإقليمي والعالمي وأكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على همية دور مؤسسات المجتمع المدني في دعم جهود الحكومة على صعيد تمكين المرأة بما يؤهلها لأن تكون أكثر إسهاما في صناعة حاضر ومستقبل الوطن من جانبه أعرب أعضاؤه مجلس إدارة الاتحاد العالمي لصاحبات الأعمال والمهن البحرينية عن خالص شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على ما يريه سموه من اهتمام بالمرأة البحرينية الأمر الذي وفر لها المناخ الملائم لأن تخدم الوطن في كافة الميادين مؤكدا أن المرأة البحرينية أثبتت على الدوام تفانيها في بناء الوطن والعمل بكل إخلاص من أجل رفعته وتقدمه ترجمة نانسي قنقر